السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس اللي احنا نتعرف على Extents أو Inheritance شنو معناته وشون نطبقها مثل ما تلاحظ أني ضفت بعض كلاسين كلاس واحد سميت Third Class اللي هو هذا وكلاس آخر سميته The Class الآن هسا شنو عدي بس من البداية عندي هذا هو الكلاس اللي بي المين فانكشن زيان اللي هو مننا قلنا ينطلق ما لاتنا ينطلق يصير شغال مننا ننطلق عندي الكود الثاني مثلا ما دا نلاحظ كل شي ما بي هذا السيك كلاس مختصر Second Class Third Class أيضا كل شي ما بي بس عدي The Class بمثل اثنين أو functions إلها مثلا مثلاании وضع المقع وهذا ہیں سوف نضيف meng deploying ثاني و السيكد وهي ثانيا سوف نضيف 茄ق the class حتى نشوف شنو التأثير شون نسوي هاشكل نجي نكتب اهنان وين عرفنا لclass نجي هنان space extends extends the class extends the class نفس الشيء هذا ايضا همحن نسوي لextends extends the class نسوي نطبع نسيف هذان يلالكلاسات الثنيين يعني second class و الثيرتي class extends the class هسا نروح الى المين method بالclass ما لاتنا الأساسي نقوم نقوم ونسوي objects sec class اسم class الآن نقوم sc يسوي ن new مجرد نسوي object من عندها لان نسوي object من الثرد كلاس اللي هو ثرد كلاس كلاس اوكي يكتب مثلا تي اسي ويساوي نيو ثرد كلاس وهنا انا عادي نغلق ايضا طبعا عندي دايطين يارا اعتقد اكو تايبو احنا انشأت اثنين objects منذ نيلة كلاس بس احنا دا اللحظ انو هذا الكلاس كل شيء ما بي هذا ايضا كل شيء ما بي زين شنو هنقدر نسوي به هنا انا نجي نشوف نلاحظ احنا نخلي cs. نشوف شنو المثد ستتطلع عنا مثلا نلاحظ انه عدي المثد name اللي انا سميته و print me موجوده رغم انه هنا كل شيء ماكو يعني اسان اذا اقول له name لاحظ ما ينطيني اراء رغم انه كل شيء ما عندي هنا زيان ايضا ثاني tc. مثلا خلان نسوي ال print me ايضا ماكو اراء شغار رغم انه ماكو اي مثد داخل هذا القلاس شنو اللي صار اللي صار انه لما هذا القلاس او هذا سوى extent inherit the class يصير عند اكسس تقريبا لكل المثد زمال تقريبا هسا نعرف ليش بعدين هم تقريبا مو لكل بالمطلق بس تقريبا لكل المثد يصير عند اكسس يعني يقدر يستخدمهن يعني هذا هسا الان هذا القلاس وهذا القلاس يقدرون يستخدمون المثد اسمال هذا القلاس هاي فائدة الاكستنت الاكستنت الان اذا اسوي الى run لاحظ انه اه my name is the class you printed me فقط هسا الان حتى نوضح نقطة ثانية اه حنروح لل ts ts ونقول هماتي ال name ونسوي run نلاحظ انه هسا هذي لمن لمن اه اه شغلنا المثد او استخدمنا المثد name بالوبجكت الاول والوبجكت الثاني ما سوالي فرق اهنانه زين يعني الاسم استخدم لي اسمال هذا القلاس زين اللي انا محددة هنا زين اكو طريقة اقدر اصوي افصل بياناتهن نعم شون نسوي نسوفت شي سمو override يعني نعيد كتابة message العفو نعيد كتابة method شون نسويها public مثل ما نعرف public void لازم نفس الparameters مالاتها نفس الmodifiers والاسم طبعا name واهنان ايضا كل هذا لازم نفسه يكون يعني التعريف ما للمثل اهنان عاد حن نغير نقول مثلا system dot art dot print هنان ايجي شي نقول مثلا نقول هذا الاسم نقول شون نحن نكمال my name is ونحن sec class نزيل نسوي الى copy paste هنا هنا اختصار للزمن نزيل هنا نكتب third class نسوي الى run طبعا نازم نسوي الى save اول نسوي الى run نحن لاحظ بس خنخلي print line حتى ننزل سطار حتى نشوف شنو صار print line اوكي لاحظ الان شنو صار عندي صار عندي my name is class my name is third class بعد ين print me اللي هي ما غيرناها فاذا هذا فايدة extends وايضا شنو نسوي override من نسوي extend class من class لان شوية بس terminology بعض المصطلحات هذا الى class اللي نسوي extend من عنده او يعني its function its methods هذا نسمي super class هذا نسميه super class فقط للمعرفة ومستقبلا ايضا حننشوف شنو استفاد من عندها معكم